يا سيدي أنا عارف محدش قال لك اختف أنا اللي هختف هبعدت له ثلاثة رجال أشداد من رجالتي يستدرجوه بصنعة لطافة ويجيبوه لغاية الكمين اللي أنا حنصبه حيلاقي نفسه متكتف ومتخزن في صومعة غلال ساعتها يبقى الكمين الكبير بتاعكم موجود في نفس الحتة وفي نفس الوقت هبعد واحد راجل في السر كده ينشر يشاعة ان حسن موجود في السومعة دي خرابة ساعتها حيهجم عليها ويا زين صلي والله ماشي على شرط ان احنا ما نناش اي صلة باللي انت هتعمل الشرط التاني بقى بتبعت لنا بلاغ ممضي من اي حد نقدر نستدعي يقولون فيه ان الخرابة هاجم من حتة الفلونية ومطلوب حمايتنا منه فورا ماشي ساعتك على كل حل كل ده مكتوب ومتايدة عند السيادتك هنا في الخطة هلو تعالي ان شاء الله هتنفي زمتا الاسبوع ده ان شاء الله استعالي الله العيال اللي انا حطت عيني عليهم ما يعصلكوش معايا على العموم انا حلاجي اندمخهم او يبقى موت وخارات ديار منين الولاد ده؟ من بني فيز مال ييدك منهم كويس؟ انهم كانوا بيشتغلوا عندي في الارض انت حر دي مسؤوليتك تحت عمري ساعتك يا فلا بقولك ايه الاخ واي اللي ابن الغنان بيه يتنيل مستشفى عشيوط لأي سبب من الأسباب والست الهاني موالدته تفضل معه طول ما في المستشفى الكلام ده عايزه يتنفذ بحسبيره مفهوم؟ مفهوم ساعتك يا فلا اتفضل اتفضل اهو كده الواحد يصدق اتفضل يا محمد ديه بصراحة انا بتفاقل لما بطلع معاك الصالون ديه وبصراحة يا باشا انا بتفاقل بطلوعك ده الحقيقة يا نور انا بتحصر على نفسي يا باشا انت كلك عزمة وقباحة الدولة نفسها ما تملكش مدحر زي ده لا يا باشا لا 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 تملك بس الحكاية يا باشا هي جودة العرض عندك انا بسا اهو الاساس والموبيليا اللي قدامك ديه اشترتها من الأصول الملكية بأبخص الدمن بس الزلم حسن التصرف يا باشا لكن التحف اللي قدامك دي يا باشا انا ورثة عن جدود جدود يا باشا ربي لا يزيدك يا نور أنا محذر معا منور يا محمد بك شكرا يا ابني ولا يا باشا ما قلشي الكلام ده لحد أبدا إلا ما يبقى حبيبي يا باشا منور يا باشا إزيك يا جنابر زمران والله وحشنا قل يا ابني أنت لسه مصر على موقفك القديم برضه لا 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 عيب يا جنابر جنبراد الرجل الخصوصي بتاع الحج نور الدين السني ما يصاحش أبدا يمدي يده عشان أخد بكشيش يا تبيني الحج نور يا بايوم يا باشا ما قلناش حاجة ربوني دوم المعروف إنما في الحكاية دي بقى لا سامحني سامحني وأنت كل مرة تقولي سامحني وتكسفني لكن ما عليش يا سيد اسكوزمي جاميرال باب بايومي بايومي تعالى يا بايومي بايومي أبنم هك تفضل يا بايومي شكرا تعال يا بايومي لان رgam إنا عايزك ت rashبوب و تجيبلي الأ schreiben الخاصة بمحمد باي想 الله ربين إحنا لدينا حدي جي غير محمد باي عنيز لك سامحوا يا محمد باي أما بخصوص الولاب بتوعقر فازبر علي أهومين واتنين وإن شاء الله مش حيشوفو النور أصلاً عرفت من تحريات الخاصة أن تخرير النقابة مايع بيقولي أنه لمانع من إصدار مثل هذه الصحف طالما أنها لا تخرج على النظام السياسي ما تشغلش نفسك بالكلام ده يا باشا حماس شباب يعني حضرتك ما عندكش مانع من صدور الله إطلاقاً يا باشا المشكلة مش في صدور جريدة المشكلة في الأولاد دول أنهم يخرجوا عن طوعي وأنا علمتهم ودربتهم وصفرتهم وعرفتهم يعرفوا الفرص من الحقيق الجريدة والأولاد بدلت تحت طوعي ما فيش مشكلة كده ولا كده الجورنال مش ممكن يستمر هي لقى بعيال ولا إيه لا الحكومة نفسها مش هتوافق على كده يا باشا ما تقلقش سبها تيجي من عند ربنا اتفاضل يا باشا عايز ساعدتك تركز معايا وتملي عينيك وتنقل الحاجات اللي بيطلع لدي يا نور يا باشا دول شوية مجوهرات هدايا للحبايب القريبين قوي ده بمناسبة نجاح بنتي وصفرها ببعثة الأمريكا بص ساعدتك ونقل اللي انت عايزه ده مش بطال يا نور مش بطال ده ثمنه يا باشا خزن الدولة بحالها انت تشكر منها الحد الشلال يا نور واحنا نقدر ننسى جميلك برضو احنا نسفل لحين ونعرف في الاصول والجدعانة وانا تحت امرك الطلب اللي انت طلبته جاي في السكة بس انت بقى تقال جيبك هم اللي تقالوا انا مجرد خبير اقول ده حقيقي ولا مش حقيقي وبعد كده يفوضوني في الشارع وانا جاهز اخلص انا تحت امرك السلام عليكم يا سعدت البيه عليكم السلام ورحمة الله اهلان يا عمدة تعال يا كاملة تعال تعال هي دي كاملة الملاية هي يا سعدت البيه هي كاملة الملاية انا جبتها بيدي عشان اخدها وانا ماشي كنت موعدتني كير كير يا سعدت البيه انت يا كاملة وانت بتعرفي وايل الغنام مين يا سعدت البيه وايل ابن الغنام بيه اللي بتوديله اميه الغنام بيه بتاع بلدنا اميه بتاع بلدنا احنا ايه اعرفه يا بيه ما عرفوش كاف يعني بتعرفيه ادي ايه يعني ازاي اعرفه من وهو حيل صغير لا يعني ما كانش فيه بينك وبينه علاقة ما فيش مرة مات يده عليكي حاول يغزلك يا فضيح دي يعيب الشوم ما هيقدرش يا بيه ما هيقدرش انا اسمح يعني من يهده طويلة حبتي لكن الكتب خيبه يا بيه حمره ما مده هيمتي واني كماني ما هدخلش القصر ديه واصل عايز كي الجنين عاملة زراليد واخرق طوالي وكماني بروح واجه عليهم كتير ما عشطاش خالص خلص بتعرف انه ما يدرش مد يهدو نحياتي ما يدرش ليه يا كاملة بصني البلد كلها بيه تعرف ان حسن واند غضب جايل علي وهني اعمله ألف حساب والبلد كلها هتعمل لي حساب عشان كاملة افتكر كويس افتكت حاجة ما حصلتش يا بيه كيف اكتب على ربنا ما حصلش ما حصلش انك دخلتي قد تنم واقل ولا مرة يحزنك يا كاملة يحزنك يا كاملة تقولك ديه كيف بس يتعدين فيه تدوز في عراض الناس ليه احرام عنهيك يردك كده مردك يا عملة ما يردينه ما يردناش يا بيه انت عتحب في العقومة كبيرة انت مجنونة ديه كيف الحكومة الكبيرة ديه اللي تحب عراض الناس اللي تصنع مش انتقص فيها وشرفك يا عمدة ايه وشرفك رشلي مخطت عدمة القصر ديه خالد مردو كدير مردو كدير احرام عليك احرام عليك يا ساعد البيه بس يا بيت اخراسة وربي وربي لو كان حزن كنتوا قلها بنافسهم فيه ومشي بيت طلع برا برا يا مجنونة برا يلا يا بيت عدي مردو كابلي برنا يا الله يا الله اللي مؤخزة يا ساعد البيه اصلنا عندها لطفة شوي ورغم انها فجيرة لكن منخيرها عالية شوي بالمناسبة يا عمدة الاخ حسن ابو ضب ده اهميته ايه بالنسبة للخرابة السؤالة هولد اهميته عند خرابة لوين عليه جريم فتحته مبتردش ليه يا عمدة ايه يا عزقات البيه حسن ده اصده ورد طيب وعلى نياده عايش تغل في مصر عنده واحد غليد جوي جوي انا بسألك اهميته ايه بالنسبة للخرابة اه النسيبه طبعا ويعز عليه جوي ماشي يا عمدة تكل على الله ماننحرمش يا ساعد البيه ماننحرمش منك يا بشر ماننحرمش ماننحرمش يا بيت سلامه عليك ماننحرمش منك يجب ثم مامنحرمش منك او ويقع قال ليك انت بعيد انت بجيت جواب وقدر اني خرابة وعتصرف كنك انت واني كومون مجاعدش في البلد والله خايف عليك يا اخوي يا كابرة تروح مني لشربة مي وانت لسه ما دخلتش دنيا اتغربت وشجيت وما قادرش تجوز واحد الله ايه ما احزنة اله الا الله بنعرض من الهم والهم ما بيلاحقنا ما تقولش اكدي همال يا اخوي تف من خشمك ومال نكسر الهم قبل ان يكسرنا صح يا كاملة كلمة صح يا بيت نكسر الهم قبل ما يكسرنا اسمعوني كلكم سمعين يا صادية مندوها عترجع الدار تعمل اللي قلتلها عليها وقت اللزوم ايه دي هتعمل ايها مندوها ما هو يقول يعمل لو قلت بقى ما هعملش ولو هعمل يبقى ما قولش زين يا بيت بنت اختك صح ما بيت اياش كيف اللي خلفتنا انا كمان حسن انت مليجي شكوعات في البلد اليومين دولة ايه ما انا قلتك دي يا فرحة ما تمت لا يا هلاي الفرحة لازمة تتم بعون الله حسن هيتجوز الليلة 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 حلظة هيفوت من الفرحة الليلة ايه ضغرة انت كمان ايه 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 داي هو ديه زخروط ديه ديكوعة زخروطك ديه اسمعوا يا كاملة انتي وحنا حسن هيتجوازكنتو التنين كيفما قلبوا رايد بس واحدة الليلة واحدة المرة الجاي قلتوا ايه زين زين اني بحب العرستين كيف اخواتي وغلوتك وغلوتك يا زادية وحنا كمان محاسينش لنيينا حد بعض ربنا غيرك لولاك يا سعدية تكلنا ديابة تصدقوا يا بنا انتو خليتوا الواحد يحس انه ليه عازة ملاكش عازة كيف؟ ده انت طول عمرك الكل فو الكل وعامي ظهر البلد يا قوي ايوه والحامل غيرك تبقى مسخة قوليلي يا حن انتي وكاملة هنعمل دخلة حسن الليلة على مين فيكم اتفهموا انتو التنين مع بعض والله يا سعدية انا احب الخير لكاملة اكتر منه واللي عملته معايا مايتجدرش بمال ولو حسن اختار كاملة لا ارجز فرحها للصبح عدم المغزة يعني الفرح عايب جاهنيه ولا في البلد اهنيه والدخلة هنيه والفرح جاي في البلد ايك ده تكسيمة زيه ليلا تفرح بيها سعدية وليلا تفرح بيها هم عليك ده الفرح الكبير عايب جاه في البلد طبعا وهندعي فيه الناس ايوه يا مين المصعف الكلام اللي هقوله دلوقت من جالبي صح البت حلة بنت بنور وكمان الفرح الكبير عايب جاه فيه الشواط وديه حاجها واني ما فارقش معاي حداك العيب مبروك يا كاملة مبروك يا حسن مبروك ليكم انتو التنين يال حبوني حبوني الليلة يا سعدية الليلة ومن ادان الفجر يا خود هوا يتوكل على الله على مصر حنجيبوا المقزون ونجهزوا التربيع مبروك يا حسن مبروك يا حسن الله يبرك بيك مبروك يا جعل مبروك يا جعل مبروك مبروك يا جعل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 عملت خير يا بنتي دول عمرك مفرحاني ومشرفاني ربنا ياخد من عمري يديكي ربنا يديكي تاخد العمري يامري أنا اللي مريحني إني فرخت حسن قبل ما يدل على مصر عقبال الفرح الجان جد يقدرنا إن شاء الله عقبالك يا حنة موسيقى 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 تعرفوا أنا فرحتي مش هتمن لما اتجع واخر البيت وحن وياي على مصر سبحان ما هيصبرني على بعدها أبا عصر هيصبرك ويصبر أبوك بلك أول نوبة هتدلة مكلم هتدلتش ايه داي ايه داي يعني يا ما فاهماش عدم المغزة يعني مع اسيسي بالغرفة أملة عميطة ايه بقول لك يا ابو علي اسمع قبل ما ترجع تبع الجوار ايه يعني اكتب الجواب ايه وبقى بعته أستنى ولا أجعل أطول لا تستنى لحد ما نرده عليك ماشي وديها كاملة اول مرة تركب القطر ها خليكي لسجة بحسن لسجة نتروح هنية ولا هنية ايه 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 موسيقى اشتركوا في القناة سلام يا من دو وده الشرب اللي احنا بنشربه يا راجل بقى عوضلي بقى انت ده الاخ ابو شناف ده عليه جبدة حجر ده طلع شريب قراري يا سياتي يا رب بلك بلكة هو هندي بلكة هو هو الوحيد اللي بيتكيف نشربه ده كان ناوي يقعد معك للصبح يا حج عصلي محمد ده مش ناف ده ما بيستلاش قعداتي احنا نعرف بعضي لما كونا صغار وكان بيتمعشق في السياسة طبعاً وكنت بخبيهم عندي بالشهر والاثنين وما كانش حد يعرف لهم طريق قره طباً هذا بالمغزى عجياني هو 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 ده هو ده فيش جغليه يا فلوطي يا فلوطي هو ده يعني انت معرفك هو بيشتغليه وعمللي فيها ابو المفهومية يا مرارك اتطفح يا حسن يا سيدي ما الشرطي يعرفه يا سلام على دماغك يا عجينار ايه الدماغ دي أصلي 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 بيتكلفها يا وله يا حج يا حج انا بيفهم انا بيجيلي هاتف ده العيالي في الشارع عارفينه هاتف انت لسه بيجيلك هاتف يا لها انت بتشعل تليفون يا حج مش مهم يا جماعة المهم عندي انت حتروح مشوار السعيد ولا حتاجلو بعد الحافلة بسم الله الرحمن الرحيم بس بوسا مخبر اداب الإجابة بعد الحفلة التلميس ده بيتكلم صح انا شايف ان المنطقة فاعلة باشا يعني لازم نهدي اللعب اليومين ده ولي ولي انا منطقة غزولي عدب المغزى اللي لسه جاي من الصعيد منطقة دي انت منها ابو علي وانت عدب المغزى تعرفها غزولي انا من هناك حسن اه نقول حق يعني ان اجل السفرية دي لبعد الحفلة نفهم كمان كتبنانا على دين ثلاثة من جرمان يعني اه ويمكن ربنا يكرمنا في شغل هنا علشان خطري سيبوكم ان شغل الجرمان في المشوار دا واسمعو كلامي خلاص بقى فزبوسة انت تقبل يا حق عدب المغزى عم العج اتفضل جبتها منين دي؟ نانيا انا مش ابتاش دا معامة بيها مش ناف نسيها خليها معاك مش انت اللي نقيتها لما تقابلوا في الحفلة بقدها له طيب واه عدب المغزى عني اياه لو راحت مني تبقى صغير يا حسن هوتو وinas حسن تبقى صغيرا إرا تباقي صغيرا إرا مالكيش صالح، أنا معرفة محمود بالله هيعمله وأني سعادية منوراني زين بالله هيعمله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلوا، الدار داركم انت منين اخوي؟ رجب لشرب، من بني فيز بالجودة من هاود العرباوي، من الشناينة احسن ماشي ده حروج الديروتج ياه يعني كل واحد فيكم من بني مش لمن الشامع المغربين مش يلومهم غير نية الغدر اتفضل او قعد اتفضلك يا حجك حسن موجود موجود زمانه جاي من دوها ايوة ياما الشاي حالا ياما بقولي يا حجة لا شاي ولا غيره كيف يعني؟ أغراب من بلاد تانية يجونا من غير ما يشربوا شاي دي تبقى عيبة قد يكون مشرفين على ما يجي هو مش هناك؟ قلت لك زمانه جاي من دوها ايوة ياما رح يجبقى من عنده ليل حالا ياما يا اهلا وسهلا اهلا بك يا حجة اهلا بك يا حجة اهلا بك يا حجة منوريننا ومنورين الدار الدار منورة بصحابها متعوجيش يا من دوها اهلا بك يا حجة يا حجة يا حجة اهلا بك يا حجة مكنة المي ومال ولدي ومال مكنة المي يا خالد واحد نعرف وقال لنا ان حسن ولديك بيدور على مكنة يشتريها واحنا جدامنا مكنة زين ورخيصة كمان قلنا ناجي ناخدوه نفرجو عليها ايوه صحيح ولدي محتاج مكنة مي يا سلام خليكم قاعدين هو زمانه جاي دنتو جيتو في وقتكم بعد اذنكم اجيب لكم الشارع خضل يا حاج اتخارت لي يا محمود ماني جايلك اهو وبعدين خالص لما نبعتني عشان اعرف منك ايه اللي حصل قل له ام هاود ورجبي وضحروج عندنا في البيت هابعتهمنا عالطريق النخل اللي مخرم على دار كاملة هاوه هروح اقول له ما تتأخرش يا محمود ام هاود ورجبي وضحروج اولاد قبلسي الثلاثة يا بوي تعرف زمان كانوا يشتغلوا عند الغنان به حرامية بهايب جلدك ايه يا خال يعني هما يقصدوا شر طبعا يا واد ده هما الشر نفسه يا بوي لو حسن كان هنيه كان زمانه ندبي فيهم اسمع محمود روح انت واني هتصدق موسيقى بدتوخيني ليه وانت عارفة انه رايح لخطيبته يوواه تاه عن بالي يا مندوها حتاكأجل انه رايح يصهر الليلة عند خطيبته كاملة ايوه انا سمعت عن كاملة دي وكمان سمعت عن كاملة ايوه كاملة ملايات وتعرف دارها عليك ده؟ ما يعرفش هبيسمعه بس اوصفلكم الدار؟ ايوه نروح له عند كاملة في اخر شارعنا ده تلاقي النخل ايوه عارف النخل وحافظه زين كمان خش منه خرام بعد خطوه واحده تلاقي دار كاملة بس ما تلفش عشان ما تتوهش ما هنلفش هنخرمه خلاص يلا بينا يلا بينا قولونه ما يتأخرش مع السلامة يسعد ان العشان يصبحين يلا بينا شعور أولا انا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مقبولة منك كل اللي تقوله مقبول منك بدل ما توسيني في المنصيبة لتوحلت فيها تبسى علي يا بدل؟ كلنا توحلنا فيها وإحنا أكتر حد في الدنيا جيب ثلاث رجالة صوارت قدر لا ذكر لهم في أي دفتر ولا شهادة ميلاد ولا أي ورقة تثبت تولده في إنت تعرف إحنا عندنا هي دلوقتي تلت جسس نعمل فيهم سيادتك عارف ان صاعدة ما بيسجلوش ما بيسجلوش فرادهم في دفاتر المواليد عارف وعارف كمان أنهم هربانين من حكومة وهربانين من دار ومنهم ما لقيتش يلادون يستدرجوا رجل مفتح وعايش في القادرة أنا قلت أن دول أنسب ولو حصل أي حاجة يجبوا في الستين ده؟ لأنك شرير بالطبع يا لابد عليك وعلينا ومنابنا لللي إحنا فيه دلوقت وفتحت علينا بقى شغل جديد نجري ورا دول ونشوف إيه اللي حصل لهم أنا ما كنتش أعرف إنهم بالغباوة دي مع أني قلت لهم ما تعملوش أي حاجة إلا لما تأكدوا كان تسافر ولا لسه وإنت روحت فيه؟ ما فضلتش وراهم ليه وتأكدت من وجوده بنفسك ورا سنتلج وخدت تتسدراجه خوفت أنكشف خوفت قوي موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر